كمان من ضمن المخاطر بتاعت التبرج إن التبرج سنة إبليس هو عملها الحجاب دي سنة نبوية وأمر فرد رباني من الله عز وجل التبرج والسفور سنة إبليسية إبليس هو أول واحد دعا لكشف العورات هو ظاحب الدعوة الأولى للتبرج بكل درجاته بقى الشيطان ليه؟ أه والله دلوقتي بقى لوقت بيع بقى شاتين الإنس والجن اللي بيدعو المرأة للسفور وإنها تقرب من بيتها بدون ستر وبدون تزطر وبدون عفاف وبدون حجاب قال فبما أغويتني هو بيقول ربنا لأقعدن لهم سرطك أنا أجيب الناس اللي عايزة تصلي وعايزة تلبس حجاب دروق أعد وهعمل إيه؟ حاجة اللي أتيناهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرهم والعزو بالله أصلا شوفوا قصة سيدنا آدم محوى مع إبليس كشف السوءات يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجن يعمل إيه؟ ينزع عنهما لباسهم إيه؟ عشان يريهم سوءاتهم إنه يراكم هو قابل من حيث عشان كنا لازم كلما بتخلاحك تقول بسم الله بسم الله الذي لا إله إلا هو عشان الشيطان ما يشبصش عليك إلا هو ولا البنود بتوفر إنا جعلنا الشياطين أولياء لمين؟ اللذين لا يؤمنون شاتين التبرج أصلا بيبقى مقدمة إنك إنت تخرج وتفسق عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى اللي انحراف بتاع دوت آه ينتشر الزنا آه الناس مش عايزين يتجوزوا قام شايفين بقى طلق الأبصار والمعلاقات المحرمة يتهدي كان الأسرة وده اللي عايزينه أعداء الإسلام خلاص ما بقاش في دين ما بقاش في ربنا ما بقاش في غيرة من الرجال ما بقاش في حياء الحرام هو السهل خلاص كل الناس تحصل علي حرام سهل تكت زرار تكت موبايل الموقع لناس بره مكالمات شهات شكرا فسدت الأخلاق الرجال خلاص ما بقاش عندهم حياء الراجل اللي بيطلع زوجته بالمنظر ده ويطلع بنته بالمنظر ده وتتصور على الشاشات وتتعامل كذا زوجتي كذا أصلا بيقص لبسك بيقص لبسك ديه بتفرجنا عليها ليه أصلا قاعدة فلازم كل حاجة في الكافية تتصور وكل حاجة كذا وبتعمل تصور زوجتك ليه إحنا بنتفرج عليها بتعلع وتلبس ليه يعني عشان دراهم معدودة والله بقصة الفلوس وبقصة الدراهم وبقصة الحاجة اللي جات منها واللي دخل علينا بالسوشيال عشان هاتكي النساء بالشكل ده من رجالتها المتاجرة بالمرأة دلوقتي وسيلة للدعاية طار فيه بقى وبعدين إعلانات يلا في مجال التجارة يلا ومش عارفة تطلع إيه وتعمل إيه علشان تجي لها شركة إيه فتديها إعلان بالألافات الدولارات النبي صلى سلم قال لم تظهر الفاحشة في قوم مقاطة حتى يعلنوا بأعلانوا بقى عادي يلا أني حرية إلا فاشة فيهم الطعون والأوجاع اللي ما كانتش قبل كده في أسلفهم اللي دي نمضوا تا من حاجة تبرج مقدمة لإنزال العقوبة من ربنا سبحانه وتعالى أعزم العقوبات لربنا إيه 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 وإذا أردنا أن نهلق غر إيه اللي يحصل أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدمير سيدنا ببكر صديقة اللي نوم قول بيقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه إيه اللي يحصل يوشك أن يعموم الله بعقاب من عندك